غارة إسرائيلية مكثفة بعد مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل وبعد إلقاء كلمة بدأت هذه الغارات تتكثف في مدينة غزة وحتى اللحظة لا تتوقف هذه الغارات والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين والمواطنين الفلسطينيين وإصابة أيضا عدد كبير منهم حتى الآن لم نحصل على إحصائية من وزارة الصحة كان هذا اليوم قد شهد في خلال ساعات النهار غارات مكثفة على المحافظات الجنوبية والمناطق الوسطى ولكن خلال ساعات المساء بدأ الطيران الإسرائيلي بشن غاراته على مناطق خاصة الشجاعية وحي الزيتون وكما ذكرت المواقع الموجودة في مدينة غزة ما بالوضع الإنساني هناك أنباء واردة من منطقة رفح جنوب قطاع غزة بأن الجرافات بدأت بتسوية الأرض وإصلاح ما أفسدته الطائرات الإسرائيلية خلال الضربات الجوية التي تلقاها معبر رفح خلال الأيام السابقة بعد أن وافقت إسرائيل وبجهود أمريكية بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات من مصر فقط وأن تشرف عليها جهات الهلال الأحمر المصري وهنا تتلقفها أو تشرف عليها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أيضا بدعم دولي ربما الأمم المتحدة وإدخالها وهناك أيضا في حال وصلت إلى حماس قالت إسرائيل بأنها ستحبط وصول هذه المساعدات إذن من المتوقع خلال ساعات النهار الأولى صباحا أن يفتح معبر رفح وأن تدخل المساعدات الإنسانية والقوافل التي تنتظر منذ أيام دخولها خاصة ما يتعلق بالمستلزمات الطبية